اشتركوا في القناة والتشجيع المستمر من قبل الحكومة للاستفادة من الامكانيات والتسهيلات المتوفرة في المملكة خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار في القطاع التعليمي وخلال اللقاء أكد سمو رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص دائما على تحفيز الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في عملية النهضة التنموية في البحرين وذلك بتقديم كافة التسهيلات والامكانيات المتاحة مشددا سموه على أن الاستثمار في القطاع التعليمي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للنهوض بالعنصر البشري والاستمرار فيما حققته البحرين من نجاحات في هذا القطاع الهام ونوه سموه بأهمية تعزيز مبادرات القطاع الخاص في البلدين الصديقين للدخول في مشروعات مشتركة في المجالات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين مؤكدا سموه أن الأرضية مهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في جميع المجالات لسيما في مجال التعليم حيث تحرص مملكة البحرين على توفير كافة المقاومات التي تكفل تقديم خدمات تعليمية ذات مستوى عال من الجودة بهدف الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية لكي تشكل رافدا لخدمة عملية التنمية الشاملة في المملكة من جانبه أعرب مبعوث رئيس الفلبين عن خالص شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بتعزيز وتنمية علاقات الصداقة البحرينية الفلبينية وما يبديه سموه من تأكيد متواصل على ضرورة الارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب مؤكدا أن بلاده تتطلع باهتمام إلى تطوير وتنمية علاقاتها مع مملكة البحرين وزيارة الفرص الاستثمارية بينهما في ظل علاقات الصداقة الطيبة القائمة للنهوض بمعدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر